اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختيار النهائي ما بين ان انا ابقى موجود واكمل في نادي الزمالك او يعني ابقى مش موجود او لايه فرصة تاني في وقت تاني يعني بس احنا حددنا خلاص تسعة وعشرين وتلاتين ان شاء الله باذن الله اللي بنشوف فيهم اه يعني مش عايز اقول الفرز التاني انما الجزء التاني اللي بنشوفه ان شاء الله ومعدل شايفه ماشي الحمد لله بشكل كويس اه هنقدر العدد بنقلصه قصد ان يوم تسعة وعشرين لما يبقى فيه تلاتين او اربعين لكل فرقة زي الفين وخمسة الفين وستة فبنقدر نحصر على الاقل لو طلعنا باتنين تلاتة اربعة خمسة اكتر اقل بتبقى دي حاجة كويسة اوي ان شاء الله او يوم تلاتين نفس الكلام بيبقى لليومين الاختبار يعني ازن الله اه كابتن اه في لعبة مميزة يعني شاف ان في لعبة جات الاختبارات تقدر يبقى لها مكان في الفريل الاساسي في كل الموليد يعني في الموليد كلها في لعبة مميزة اه يعني انت فجأت بمستواها ممكن تكون انت طبعا انت ما لسه جديد ما تعرفش طبعا المستوات القديمة لكن المدربين معك المدربين بيدلوني قالوا لك ان في لعبة جات ممكن تكون افضل من الموجودين يعني في مثلا قد يكون الوحيد 2007 الى حد ما كل حتى ما ما بتكلم معهم اني بشوف في نوعية مثلا تستحق الانضمام مثلا هم ليهم وجهة نظر اني هنا انا ممكن ما يعني مش عايز اقول يعني يعني هم زمايدي طبعا فما بتدخلش في اي حاجة بسيبهم عادي بحرية كاملة هم الاختيار طبعا اكيد للمدير الفني للفريق للمدرب المساعد للمشرف الفني اللي موجود معهم بيبقى ليهم كامل الحرية في الاختيار دي حاجة رقم واحد رقم اتنين اه لما بعدي بشوف يعني لسه جاي من عند الفين وثمانية شايف تلات لعبة هيدين اه بتكلم مع المدرب بتاعهم عادي بتلقائية يعني انا شايف فقال لي لا نفس الحاجة اللي انت شايفها انا شايفها ولد معرفش جاي من هنا ولد في منطقة القاهرة كذا ولد ففعلا التلاتة مميزين وشايف ان هم يستحقوا فعلا بيدالهم فرصة تاني انه هو بيشوفه ان شاء الله اه تقريبا برضو يوم تسع واشرين فانا شايف فيه تميز يعني ما هو اكيد انها مش هختار غير اللي انا شايف يجي منه فييجي منه كمان بديله مرة تاني مش عايز اقول كمان لما تبدأ الفرقة كمان عند استعداد ودي الحاجة برضو مع معرفش يعني مش هضيفها على السابقين طبعا ليا السابقين ليا اكيد افضل مني اكيد اللي مسكوا المدرسة لكن عايز اضيفها كبت سعيد ان ايه اني ادي فرصة حتى والفرقة شغالة بيتشاف مع فرقته ايه المشكلة انا في النهاية عايز موهب عايز اخدم نادي الزمالك جاني في الوقت ده جاني ما بعد كده لما هبدأ من خمسة تمانية ودل البداية هتكون المدرسة الاساسية ان شاء الله مفيش مشكلة عندي بشوفه مع الفرقة الاساسية لو هو نفس المستوى او متميز اكيد